إن الله ينصر أولياءه ولو بعد حين ويهلك أعداءه ولو أمهلهم أيها الإخوة والأخوات نقسم بالله على سنة كونية ربانية أن الله لن يترك هؤلاء الكفرة الذين يذبحون المسلمين اليوم لن يترك الله دول الكفر المتمالئة عن المسلمين اليوم لا غربا ولا شرقا لا يهود ولا غيرهم وأن الله سيمزقهم وأن الله سيهلكهم وأن الله سيضرب اقتصادهم وأن الله سيحطن قوتهم وأن الله سيدمر بلدانهم هذا إن عشنا ومد في أعمال لا ننشهدنه والله لأن سنة كونية لا يمكن لا يمكن أن يخلف الله وعده حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس وهؤلاء قد اغتروا وأخذت الأرض زخرفها عندهم واززينت وظن أنهم قادرون عليها وعلى التحكم بكل شيء بأقمارهم الفضائية وأسلحتهم البرية والبحرية والجوية ونقنابلهم وصواريخهم العابرة واقتصادهم والتقنية التي هم فيها والتقدم العلمي وغيره لكن إن ربك لب المرصاد ألم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن حقا عن الله لا يرتفع شيء إلا وضعه أما وقد ارتفعوا في الدنيا فلابد أن يضاعهم الله ألم يخوضوا في فاحشة قوم لوط والله يقول وما هي من الظالمين ببعيد ألم يشرعوها ألم يحموها ألم يفاخروا بها ألم يستحلوا الزنا والربا ألم يظلموا المسلمين ويقتلوا ويشردوا هل سيتركهم ربنا لا يمكن لكن نحن نستعجل متى ما حصل شيء ما فعل بهم شيء يمهل ولا يهمل وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ سينتقم يا جماعة الحربين العالميين الأولى ما هي بعيدة عننا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ماذا فعل الله بهم ماذا فعل بمدنهم يعني ليه ما صر لكم مئة سنة مئة سنة أقل طيب سيأتي وعد الله سيأتي هذه سنة لا تتخلف واستكبر هو وجنود في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم إذن التفاخر والقوة التي كانت عند فرعون ما نفعته ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وبعدين استمر ملكه لا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية والله سبحانه وتعالى يعد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر مؤمنين المهم أن نكون مؤمنين